علينا نروح ليه يعني شيء تاني يعني أنا سعيدة بيه جداً كلمنا فيه الحقيقة في التاسعة حضراتكم عارفين في شهر رمضان شركة المتحدة لما بتفكر في إعداد عدد من المسلسلات الدرامية حقيقي الدراما أساساً علشان المتعة وعشان أيضاً إن هي تعمل موضوعات اجتماعية ولكن المهم كمان إن الدراما ما تبقاش مغمية العين على ما يحدث في المجتمع أحياناً بيكون في قضايا في المجتمع محتاجة تسليط الدوق خصوصاً لما تكون القضايا لها صوت عالي صوت يصرخ بالظلم والتعب والإجهاد للأسر المصرية ده اللي حدث تماماً عندما فكرت المتحدة في تقديم مسلسل بعنوان تحت الوصاية المسلسل كان بيتكلم عن قصة أمة أو أسرة بيموت عائل الأسرة وبعدين بتبدأ الأمة ما تقدرش تاخد الوصاية على أولادها القانون بيقول بيقول إنه الجد لو هو عايش هو ياخد الوصاية المشكلة مش في الجد الجد ممكن يبقى شخص طيب وكله بس الجد هو زمن تاني ومش عارف إيه اللي حاصل بالزبط اللي حصل الحقيقة النهاردة يعني ليه أنا بحكي الحكاية دي عن المسلسل عشان المسلسل والدراما نقدر نقول إنها انتصرت لهذه المشاكل والأصوات أن يعرض هذا الصوت اللي كان في الدراما أن يكون ملف موجود على مائدة الحوار الوطني النهاردة كان فيه يوم حافل في جلسات الحوار الوطني من خلال الحقيقة اللي كان المختلفة لكن على رأس الموضوعات اللي تم منقشتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الخاص بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني كانت تحت عنوان مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها قانون الوصاية تحديدا زي ما أنا قلت لحضراتكم طرح هذا المسلسل من خلال الشركة المتحدة اللي طرحته في رمضان وطبعا فنانة مونة زاكي هي اللي قدمت الشخصية الأم ومن خلال القصة دي كلها بالمناسبة الفنانة مونة زاكي النهاردة ألقت كلمة بسيطة على تقنية الفيديو وأديعت هذه الكلمة في الجلسة وطلبت فيها بدرورة إعادة النظر في قانون الوصاية بشكله الحالي وطلبت البرلمان والجهات التشريعية المختصة أنها تتخذ إجراءات عاجلة لتعديل القانون زي ما قلت لحضراتكم كمان لأنه حتى ختام المسلسل هي كان عندها مناشدة للقادي الموجود في العمل وكأنها رمز بتقول نفس الكلام يمكن إيه اللي هي زكريته النهاردة في الفيديو إيه اللي قدميته من خلال جلسة الحوار الوطني ترجمة نانسي قنقر